السلام وعليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا باخر والاخير وصحتكم جيدة. اليوم غنشارك معكم طريقة ديال تحضير بريوش عائلي بالكريم باتيسير كي يجي رائع والعاجين كي يجي ناجح وسهل والاهم انه سريع في التحضير ما كيتطلبش منا المجهود بزاف او لا الوقت بزاف. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هالطريقة ويلعجباتكم ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة الناس اللي اول ما لغي زروا القناة بارتاجي الفيديو مع الاحباب والاصديقاء وندوزوا مباشرة المقادر وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادر غتكون عندنا مقادر العاجين ومقادر ديال الكريمة. بالنسبة للعاجين غنحتاجوا كأس ديال حليب سائل. غنحتاجوا نصف كأس ديال الماء. بيضة. ملعقة ونصف كبيرة ديال السكر سانيدة. قبصة ديال الملح. غنحتاجوا هنا ملعقتان كبيرتان ديال الزبدة بحرارة الغرفة. خميرة فورية او خميرة الخفز. وغنحتاجوا قشور ديال البرتقال. نصف ملعقة ديال خميرة بيكين باودر خميرة الحلويات. وغنحتاجوا هنا ساشية ديال زهرة البرتقال او ديال الزهر. ممكن نعوضوها بالماء الزهرة. وغنحتاجوا خمسمية قرام ديال دقيق الفورس. او الدقيق الابيض. بالنسبة للكريمة غنحتاج هنا روبع ليطر ديال الحليب. غنحتاج يعني كأسان كبيران ديال العنبة. غنحتاج ملعقتان ديال باودر ديال الكريم باتيسيير. وغنحتاجوا ملعقتان ديال السكر. السكر كيبقى على حسب الضوغ. غنوضعوا في اينا هنا الدقيق. غنضيفوا عليه البيضاء. غنضيف هنا الخميرة الكيميائية او الا بيكين باودر. نصف ساشية او لا اه من نصف ملعقة. انا وضع هنا قبصة ديال الملح. قشور ديال الحامض. ممكن تعودوا القشور ديال الحامض بالليمون او الا بالنكهة ديال الحامض او الليمون. غنوضعوا السكر ساني دا. وغادي نوضعوا صاشية ديال الزهر. وغنضيف هنا الحاليب تدريجيا. حسنا نجمع هاد الخالط. الى كان خاصني اه يعني الخالط ما تجمعش لي بهاد الحليب. راني غندي نعوضو بالماء. بالنسبة للزهر يعني هادك اه الصاشية ديال الزهر. ممكن نعوضوها بماء الزهر. ربع كأس ديال الماء الزهر. عوض الماء نكملو بالماء ديال الزهر. وغنجمع هاد المكونات. هاد العاجين خاصو يجين شوية خفيف. مخصوش يكون العاجين نقاصح. خاصو يكون شوية خفيف. وغنضيفو هنا الزبدة تدريجيا تكون بحرارة الغرفة. غنضيفوها تدريجيا وانا كنعجن حتى ندخلها في هاد العاجين كاملة. وغنحاول نجمع هاد العاجين مزيان مزيان حتى نحصل على هاد القوام ديال العاجين. وما يبقوش بيني اللي يلح وبيبات ديال الزهر. غنغطي هاد العاجين بالبلاستيك الغذائي. وغادي نخليه على جانب حتي اختامر. ويتضاعف الحجم دياله. وغادي ندوزو باش نحضرو الكريم باتيسيار. بالنسبة للكريم باتيسيار ما غاديش نحتاجو نصف لتر ديال الحالي بكامل. غادي ندير فقط كأسين. حينت الكريم غنضيفوها غير فوق ديال البريوش. غنضيف هنا ملعقتان كبيرتان يكونوا عامرين ديال الكريم باتيسيار مع كأسين ديال الحاليب او الربع لتر. وغنضيفو السكر على حساب الضوغ وغنخلي هاد الخالد فوق النار حتي يتماسك ويولي القوام دياله بهالطريقة هادي. بالنسبة للعاجين من بعد مختامر والضاعف الحجم دياله. غادي ناخدو هنا اي مول كتفضلو ممكن تديرو مول دائري او لا مربع ممكن تديرو حتى المقلات ديال اللي مسمن او لا تديرو غير صافحة ديال الفرن تفرشو لورق الزبدة. وتسرحو هاد العاجين يعني العاجين ساهل وكن نقرسوها في مرة واحدة. الكويرا كنقرسوها في مرة واحدة. انتو ما كتختارو اه الشكل ديال المول اللي بغيتو او لا الحجم ديالو. بالنبعد ما سرحت العاجين غناخد هنا الصفار ديال البيض. هنا را غن ديرو غير صفار ديال البيضة واحدة. انا غير هنا كان عندي اه ما زال غن دهن بيها فطائر اخرى. هادك شيء لش اه بانو لكم. هنا جوج اه صفار ديال البيض. يعني صفار ديال البيض غنحتاجو غير القليل فقط. اللي غنخلطو اما مع الحليب او لا اه نقطة ديال الخل. باش غن دهن هاد الفطائر. وغنشكل اه شكل بهاد القطاعة او اللبسكين. كيف ما كتشوفو. على شكل معين في الاول غن دير الخطوط بالطول ومن بعد غن ديرهم مائلين بالعرض. غنحاول ندهن هاد البريوش من الفوق باش اه يتحمل اللون ديال البلايس اللي ما غن ديروش فيهم الكريمة. غن ناخد هنا الكريمة من بعد ما كملتها. غن ديرها في جيب حلواني او للابوش. وغادي نزين بها الخطوط اللي درناهم في الاول. هنحاول نكمل هاد الخطوط كاملين كيف مما كتشوفو. هدا وشكل ديالهم. من الواسط غن زينهم اما بالإيفالي او اللا نديرو لهم اه اللوز او الكوكا وكونكاسي. او اللا زنجلان. وممكن تخليوهم بلا ما تزينهم كي بقد تزين اختياري. غن ناخد اما سغيز او هاد الفواكيه المعسالة. نقدروا نديرو الالوان او لنقدروا لنديرو لون واحد. انا غن كتافي بلون واحد. وغادي نزين هاد البريوش. في كل طرف معين. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما زينتها. غن خليها تختامر المرة التانية. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما اختامرت. كيف مما كتشوفو اختامرت وضاعف الحجم ديالها. وانا سخنت الفران على درجة حرارة عالية. وغادي ندخل هاد البريوش باشي طيب ما غياخدش ليه نهائي الوقت بزيف. وهذا هو الشكل دياله كيجي رائع وراقي في المنظر دياله. وطريقة سهلة ومبسطة ويعني واكيد غادي تعجبك ان شاء الله. والعاجين كيجي ناجح كنخليها حتى تتحمر من تحت كاملة كيف مما كتشوفو. كتتحمر من الجوانب ومن الفوق. هنقطع عليكم بشوفو الشكل نهائي ديالها كيجي بريوش قطني وكيجير طب. وممكن تحتاف دوبيك يسخن يعني الى سخنتو كيرجع بحل يلا طيبتو. وهذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى هاتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها. والاعجباتكم ما تنسونيش من لي لايك. تخليولي يتعاليق مشجي على المزيد من الوصفات. وشكرا على المشاهدة والى وصفة قادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة